الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن الكريم ومن علينا بنبوة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونلتمس فضله ورضاه وخيره ومعونته فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اختفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم أجمعين إن ربنا على كل شيء قدير حياكم الله وأحبتنا الكرام تحية الإسلام العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم بركة وفضل القرآن الكريم في حلقات سابقة عشنا مع أسماء السور وفضائل السور وها هي رحلتنا ماضية في سيرة القرآن الكريم ونبأه العظيم وعدتنا ومعتمدنا في ذلك أننا نرجع إلى الأيام الأولى لنزول هذا الكتاب لنجدد ونحدث ونقوم تعاطين مع القرآن الكريم على وفق ما كان عليه العهد الأول الراشد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المباركين تحزيب القرآن تقسيم القرآن كيف يقسم؟ ليقرأ ويلتمس فضله كيف نحزبه؟ كيف أتخذ لنفسي حزبا؟ وردا؟ جزءا؟ هل ما نسلك عليه الآن هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ وهل ما نحن عليه الآن وما أطبقت عليه الأمة؟ هو من الخطأ؟ طبعا ليس بالخطأ وإنما نحن بحاجة إلى الأصالة نحن أصحاب أصل ثابت وعندنا قدوة راسخة وقدوة راشدة مباركة فدعونا نرجع بهذه القضية إلى جذورها الأصيلة متى تم تقسيم القرآن أصلا إلى أجزاء وأنصاف وأوراد؟ متى تمت هذه المسألة؟ التعبير بالجزء والد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلامه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأت جزءا من القرآن في بعض كلام له وفي قول عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه وعن أبيه قال هذا جزء الذي أقرأ به الليلة يبقوا كانوا عارفين أنه في جزء يقرأ به لكن ليس هو نفس الجزء الذي عندنا الآن وصح مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباسن رضي الله تعالى عنهما وورد استعمال لفظ الورد في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت في قضاء وردي كنت في قضاء وردي وهذه المسألة التي عرفها العلماء بتحزيب القرآن وفيها من الأصول العظيمة حديث عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله تبارك وتعالى عنهما والذي رواه الإمام مسلم ورواه جمع من الأئمة واسمع إلى هذه القصة وطيب سمعك بهذا الخبر وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعيشون مع هذا الكتاب يقول كنت أصوم الدهرة يعني أصوم طول السنة وأقرأ القرآن كل ليلة في ناس في أيامنا هذه لا يقرؤون القرآن أصلا إلا في الصلاة ما يصح هذا الرجل يقول كنت أقرأ القرآن كل ليلة أصول يا خان الكرام نتعلو منها قال فإما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بس تشير واستفتيه في المسألة دي وإما أرسل إلي فأتيته حد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فجئت إليه فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهرة وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد إلا الخير ونحب أفنا وقفة مهمة جدا جدا ونتعلو من أدب رسولنا عليه الصلاة والسلام وما أحواجنا إلى ذلك قصة في هذا الزمان وصله خبر عن صحابي من أصحابه فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجري حكما بدون مراجعة ولا أن يخرج كلمة بدون تثبت وترون فيها إحنا ما شاء الله إذا وصلنا خبر عن فلان على طول نجري الأحكام على الناس وأن الفلان ده أصله كذا وده ما أدري منافق وده ما أدري ما يصح النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو والمؤيد بالوحي والذي ربما فتح له الله تبارك وتعالى من طاقات الغيب أشياء كثيرة وأحال كثيرة بالوحي لكن وصله خبر عن واحد من أصحابه أرسل إليه وقال له وصلني عنك واحد اثنين ثلاث صحيح الكلام ده؟ أه صحيح لماذا فعلت؟ فقال يا رسول الله فعلت أو يا نبي الله ولم أرد بلى يا نبي الله ولم أرد إلا الخير هذا في الخير أريتي سليمة قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن في كل شهر يعني تختم في كل شهر مرة حزبه وتحزيب وتقسيم قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك أقدر أقرأ أفضل من ذلك قال أقرأ في كل عشرين قال إني أطيق أكثر من ذلك قال فاقرأه في عشر قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال فاقرأه في سبع ولا تزد فإن لزوجك عليك حقا ولزورك الزور اللي هو الضيف يعني ولضيفك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ديننا دين متوازن ديننا دين متوازن قال فشددت أو فشددت على نفسي فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وردت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد من الصحابة هذه كانت طريقة تعامله مع القرآن الكريم وهذا ما استشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد قسمة معينة للقرآن الكريم والاتلاوة تكون أعون له على الاستمرار وعلى التحصيل والفهم والتدبر ألف شهر في نصف شهر في عشرين يوم في عشرة أيام ثم قال في سبع ولا تزد هل هناك أبعاد أخرى خلف هذه القضية واتصال لهذا الكلام هذا نعم هناك أبعاد أخرى نلتقي معها إن شاء الله تعالى في قابل حلقاتنا بإذن الله رب العالمين حتى ذلك الحين نسأل الله الكريم أن ينفعنا أياكم بالقرآن العظيم وأن ينفعنا أياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن يرفعنا به درجات ودرجات في الدنيا وفي الآخرة إن ربي على كل شيء قدير قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله تعالى خيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة